بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد فما زلنا نتزود من محطات هذا الشهر الفضيل قبل ذلك تزودنا ووقفنا في ثلاث محطات اليوم نقف في المحطة الرابعة لنتزود منها عسى أن ينفعنا الله عز وجل بهذا الزاد الذي نتزوده جميعا في هذه المحطة محطة اليوم أو زادونا اليوم هو رمضان فرصة للتغيير لأن مسألة التغيير هذه مسألة صعبة كلنا زو خطأ كلنا يقع في أخطاء يأتي رمضان ليساعدنا لمحو هذه الأخطاء ومحو هذه المعاصي وإزالة هذه الزنوب ومحوها وتبدلها لحسنات إن شاء الله رمضان فرصة التغيير لأن مسألة التغيير بعيدة الغور مسألة ليست سهلة تحتاج إلى جد واجتهاد ورب العزة والجلال قال في هذا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم لا يمكن أن يغيرنا الله عز وجل إلى الأفضل حتى نبدأ نحن هذه الخطوة المباركة إن شاء الله رمضان فرصة للتغيير وهي مواتية الآن نحن الآن في هذا الشهر الكريم هبت النفحات وهبت نسائم الخير والفضل ففرصة أن نغير ما بأنفسنا إن شاء الله ده رمضان يأتي ليحدث يعني زلزلة في الكون يحدث رمضان في الكون هزة هذه الهزة كيف تكون أليست أليست النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن في رمضان تفتح أبواب الجنة ده هزة كونية ليست سهلة وتغلق أبواب الجهنم والعز بالله ده هزة كونية لأنها مفتوعة 11 شهر في هذا الشهر تغلق ما هذا النعيم الكبير وتصفض الشياطين الشياطين 11 شهر يعني تلاحقنا في كل مكان هذا الشهر مصفضة مكبلة مكتوفة الملائكة تنزل في كل مكان نحن لا نرى هذه الأشياء لكن في حديث كثيرة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تنزل تنزل وهنا يعني في موت سعر بن معاذ رضي الله عنه كان 70 ألف ملك في المسجد 70 ألف ملك قال لم ينزلوا إلى الأرض قبل ذلك بعض الناس يشعرون بألم المعصية كلنا زو خطأ كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون لكن الخطأ لا أقف عنده إنما رمضان جاء كي أصحح هذا الخطأ كي أعود إلى الله عز وجل ودونكم قصة فجر الذي غير نفسه في لحظة هذا فجر الذي قتل مئة نفس مئة نفس من منا فعل هذا نحن لم نفعل هذا والحمد لله قتل مئة نفس ويريد أن يتوب لو جاء إلي الآن وسألني هل لي توبة توبة قتلت مئة وتتوب وقتلت وقتلت ماذا كانت النتيجة أليس قتاب الله عز وجل عليه وكثير وكثير من هذه الأمثلة أحبتي في الله يكفي أن تستمع كما في الصحيحين سبحان الله في الحديث القدسي حديث أبو هراني ودلعان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي يا سلام ظن عبدي بي هل نظن بالله إلا الخير كيف أتغير هل أظن أنا صاحب معصية هل أظن أنه ليغفر لي ولن يغفر لي ما أنا قلتها في الحلقة السابقة مراد الله ومراد الشيطان إزاي كيف يغفر لك كن عند حسن الظن سيغفر الله لي إن شاء الله أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني تذكر الله يكون معك الله أكبر والله لله أفرحه بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة شبال أهم في الحديث بعد هذا كل الخير والفط ومن تقرب إلي شبرا ولله المتع الأعلى تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا وإن أقبل إليه يمشي أقبلت إليه أهرول هذا كلام الله عز وجل يا أحباب هذا كلام الله أبعدها أقول لا أتغير هي فرصة إن من أجل العبادات عند الله عز وجل التي يتقرب بها المسلم إلى ربي عز وجل الثناء عليه وتعظيمه وأن نكون عند حسن الظن سبحانه وتعالى عند حسن الظن فلنصلح قلوبنا ونغيرها ونعلق أملنا بالله عز وجل فهو ينتظر مننا الكثير والكثير وهو يريد أن يتوب علينا ورجع الحلقة السابقة في إرادة الله عز وجل وإرادة الشيطان يريد لنا الكثير والكثير نصلح لسننا نصلح قلوبنا نصلح جوارحنا نصلح لسننا ونطهره أخطر جارعة على الإنسان اللسان يعني في الصحيح أن امرأة كانت تصوم كثيرا وتتصدق كثيرا وتصوم وتقيم الليل لكنها تؤذي الناس بلسانها قال صلى الله عليه وسلم هي في النار أحبابي هي في النار من كلمة انظر إلى الكلمات كلمة لكلمة ترفع وكلمة تخفض كلمة قد تؤدي بنا إلى الجنة وكلمة والعزو لا تؤدي إلى جهن كلمة والكلمة ممكن لفظ واحد وليست جمل ولا عدة جمل ولا شيء من هذا الكبير في البخاري من حديث أبو رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع من لم يدع يترك قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعاما وشرابا لن يقبل منه هذا الصيام أحبتي ليس الصيام من الأكل والشرب وليس الصيام أن أنا صوم على الأكل والشرب مجرد أذان المغرب أبدأ بإشعال الدخان مثلا أو أبدأ بالمعاصي أو أبدأ بكذا أنا قلت في الحلقة الماضية في المحطة السابقة ونحن نتزود منها قف عند كل لحظة وعند كل خطوة وبقية الجوارح ستتبع اللسان لأن اللسان ده هو القائد القائد في المشاكل بقية الجوارح ستتبعه لو أمسكنا لساننا كان سيدنا وباكر الصديق رضي الله عنه كل يوم يخرج لسانه يقول له أنت الذي أوردتنا المهالك سيدنا وباكر الصديق يقول هذا رضي الله عنه فماذا أقول أنا وأنتم أحبتي في الله إن لم ينصلح حالنا في رمضان إن لم نتغير في رمضان فمتى نتغير متى يتم التغيير في غير رمضان في شوال في ذو القائد في شعبان في رجب أحبتي أدباب التوبة مفتوح وباب التغيير مفتوح وهذه المحطة الله أعلم هل سنقف عندها مرة ثانية أو لا نستطيع أريد أن نغير أوضعنا أن نغير علاقتنا بجراننا علاقتنا ب كل هذا تحتاج لتغيير علاقت بالله عز وجل أولا علاقتي بسنة نبي صلى الله عليه وسلم علاقتي بالجيران علاقتي بزوجتي علاقتي بأبنائي علاقتي بقاربي هل نحن نصل الرحم الناس الذين لا يسلون الرحم كيف يصومون رمضان الناس الذين يأكلون أموال الناس بالباطل كيف يصومون رمضان الناس الذين يأكلون الميراس وكم حضرتوا مشاكل في هذا ولا يعطونا البنات أو النساء حقوقهم أو لا يعطونا فلان حقه يقول له لا انت مجرد زوجها تاخد حق ليحنا أولى بالحق كيف أولى وعدم أولى أين التغيير إذن إذن ما فائدة رمضان إلا منقب في هذه المحطة ونتزود بالتغيير ونحول حالنا من حال سيء إلى أحسن أو من حسن إلى أحسن فلن يكون هناك شيء أحبتي في الله لا أضمن أن يأتي علينا رمضان آخر فلنتق الله عز وجل ولنعود إلى الله عز وجل ونضع نصبع أعيننا في هذه المحطة عنوانها إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي رمضان وتقبل صيامنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم